اجتمعت القيادة الفلسطينية في مقر المقاطعة في رامالله بحضور لافت لقيادات من حماس لمتابعة تفاصيل الصفقة الأمريكية التي عرضها الرئيس ترامب وقبل أن تخرج القيادة ببيان موحد سبقها جموع من المواطنين إلى الشوارع ليعبروا عن رفضهم للصفقة الأمريكية التي يرون أنها تتجاهل أبسط حقوقهم ليأتي بعدها الرفض الرسمي من الرئيس عباس والآن بعد أن سمعنا هذا الكلام الهراء من البداية إلى النهاية نقول ألف مرة لا 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 لصفقة العرض الرئيس أقر أن الرؤية الأمريكية تحتوي أشياء مهمة وجديدة ولكنها في مجملها تتجاوز غالبية الثوابت الفلسطينية وخصوصا في إبقاء المستوطنات وضم منطقة الأغوار وتجاهل قضية اللاجئين والأهم من ذلك كله إبقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل الصفقة التي عرضوها لا أريد أن أشرحها فيكفي أن أقول إن القدس موحد عاصمة لإسرائيل ومع ذلك كله جديد ومهم ولكن ما دمنا ماداموا بدأوا في الأول فأول القصيدة قفر غزة الشق الآخر من الوطن الفلسطيني المنشود والتي فصلها الانقسام سياسيا تظاهر أهلها أيضا ضد الصفقة الأمريكية وأكدت حماس أنها تنسجم مع موقف الرئيس عباس في اتفاق ضمني أن مواجهة الضغوط الأمريكية تقتضي إنهاء الانقسام والمصالحة وتضافر الجهود الشعبية والسياسية حراك شعبي سلمي واستمرار الجهد القانوني والسياسي لمواجهة الاحتلال هذه هي استراتيجية الفلسطينيين الثابتة الليلة قالت القيادة الفلسطينية للصفقة الأمريكية لا أما إن كان هناك ثمن لهذه الله فسيظهر في الأيام القادمة عبد الحفيظ جعوان الحدث الأراضي الفلسطينية